فعندي حاجة كنت عمل افكر فيها يا دكتور كده غريبة ليه بتلاقي ان العيال مندمجين ومنسجمين اكتر مع الجد والجدة اكتر من اهليهم لا ايجا دي قصة تانية عشان اتجد والجدة ولا هما لما بيكبروا بيعرفوا يتعاملوا مع الاطفال ينزلوا بمستوى تفكيرهم ليهم يعني هما لما بيكبروا تكسيهم فاهمها هقولك هي الفكرة كلها انه الاهل بيبقوا شايلين مسئولية انه هما يربوا فبيبقوا هما اللي بيحطوا القوانين وسح وغلط واعملوا ما تعملشوا بتاع وساعات كتير لما بيبقوا صغيرين بالذات او ما عندهمش خبرة قوي او برضو محطوطين تحت البراشر بتاعنا عايزة بقى ام شطرة وكده بيبقوا نشفين شوية على اولادهم فبالتالي الجد والجد ده بقى ما عندهمش الresponsibility دي خالص فبيدلع فهم بيستمتعوا بالطفل وانهما يلعبوا بس حتى بحسي يا دكتور انه حتى التواصل تحسي ان الام ما بتبقاش قريبها لابنها زي ما الجده قريبها لابنها او بنتها الجده بقى بتبقى قادرة تحسي دماغهم مع بعض حلوة وعارش تتكلم معايا وليها تقطان يعني الام بقى قاعدة عندها وراها حاجات ومسئوليات وبتعمل وبتسوي وبتودي تمارين وبتوقع تذكر الدروس وبتعمل بش عارفة الجده بقى خلصت مسئولياتها فقاعدة ريئة فقدرة بقى تدلع وتبقى لزيزة بس ده يعني ده طبيعي وبرده بصور يتربع مع جده وجدته اه يختلف عن يتربع مع اباهم ومتو على حسب الجده والجده بيعملوا ايه؟ يعني لو الجده والجده مش واخدين هما اللي خدوا مسئوليات التربية يبقى لو هما فضلوا على النموذج اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هما بيدلع وبيلعب وخلاص لا ممكن يبقى فيه مشكلة طب شفتي فيلم طير انت لما طلع شخصية تحسي شخصية متحكة جدا بالنسبة لنا يعني الان كاني قاعدة مع ستة عجوزة كبيرة او راجل عجوز كبير وهو من سننا ده بيحصل برضو؟ ممكن يحصل يعني فيه اشكال كتير ممكن تحصل لما الاولاد يتربوا مع جده وجده او مع اي حد لو هو مش واخد باله من ايه الاولاد دول احتياجاتهم عاملة ازاي يعني ممكن اكون انا بحب جدا بس انا فكرتي يعني مثلا انا دلوقتي جده وعندي احفادي وبحبهم جدا بس انا فكرتي عن الحب ايه؟ ان انا اقعد اعمل لهم اكل كتير ااكلهم شوكليت ااكلهم مع حاجات سكريات او اقعد اتبخلوهم بقى وعمل لهم الاكل هما بيحبوه مش واخد بالي مثلا من اهمية ان انا اشترك لهم وديهم تمرين لا طبعا انا اكلك وانا اكل جميع او انه مثلا لأ ماينفعش انا اللي عمله الهومورك اسبيه هو اللي يعمل الهومورك عشان يتعلم لا انا يا حبيبي بتاع حيزع حيزهر مش حينام كويس لا اخلص نام انت يا حبيبي وعملك انا يعني هو كله بيعتمد على مدى وعي الجد والجدة او العم او الام والاب نفسهم ايه هي احتياجات تربية الاولاد وبالتالي نبقى بنعملها بشكل مزبوط هو فيه ستة ممكن تعيش عايزة من غير راجل يعني ممكن ما تجوزش وعيش وربي عيالي يعني في بيحصل النموذج ده بصي هالفكرة كلها ممكن كل حاجة ممكن عشان احنا عمين نقول انه الاغلبية عشان تبقى سوية نفسيا لازم يكون معها راجل او 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 اه لا مش لزا من راجل في ستة بتبقى مكتفية جدا بنفسها او كرهتهم او قلتلك انا مش عايزة اتجاوز تاني انا مش عايزة اتجاوز اصلا عشان ايه؟ ما فيه ستات كتير مجاوزوش اصلا ولا حتى عشان خاطر ولادهم يعني ما عندهمش اولاد اصلا مش عايزين هم عندهم حاجات تانية وسائل تانية بيحققوا بيها احساسهم بالاكتمال واحساسهم بالتحقق فهي القصة مش قصة بس انه في راجل او مفيش راجل القصة قصة انه انا اعيش حياة بالنسبالي مكتملة ممكن اسألك على حاجة عايزة بس افهم معناها لانو اسمعتها من امهات كثيرة عامك عشان ما عنديش اطفال فمعرفش بيلك انو دايما معزة الولاد اعز من باباك يوم مامتك شفت حب باباك يوم مامتك قدي؟ العيال اعزم اليوم مرة ده بجد؟ في حد يارف يحب حد اكتر من بابا ومامته؟ ده بجد؟ ده بجد؟ يعني انا كنت هقولك يا زي قطعت مامتها اه هي زي يعني اقنية قطع مامتها كنت اقولك مفيش اعزم من واحد يقطع مامته طب كده مفيش اعزم من حد يقطع بنته ما هو بقى مع عشان كده بقولك فيه حاجات كتير في الستوري طب سواني مامتها قطعتها طب ولما هي ثبت خطبها رجعت تكلم مامتها هو مين اللي كان مقطع مين؟ طب بنتي لما رجعت كلمتي مامتك لو مامتك كلمتك يلم قطعات انا اللي قطعت معاها لا يا ردوة فيه حاجة نقصة لما تيجي تقولي المراضي انا اللي قطعت معاها هي ممكن تكون خدت فكرة انه امي قررت انها تتجوز على ان ده قرار من اميها انها تقطع مع ان ده مش حقيقي من ربي عيال انانية؟ المفاهيم هي مش فكرة انانية احنا من ربي عيال خايفة فالخايف بيبقى اناني من مجتمع ها؟ بالضبط هي خايفة يعني وسمعتها كتير جدا بتتقال حتى الاطفال صغيرة لا حاسب لازم ترجع مامتك وبابك لبعد ليه؟ لا حسن بعد كده لما يطلقوا يرموك وهي تروح تتجوز وهو يروح يتجوز ويرموك انت مين قال كده؟ مين بيزرع في العيال المفاهيم دي؟ يعني هالي بيقعد معمين لو انا عندي هالي بيقعدوا معمين وبيقولوهم الكلام ده؟ دي منتشرة بقى في المجتمع احنا محتاجين نقعد بقى نصلح مفاهيم كده هاي ده الكلام ده في المدارس يا سوا اربتسمعين؟ بس هيبقى قاعدة فاسمع خالوا كده هذا الكلام المتدون ما بينهم في البريك ليس في حد تربوي اللي يقولهم يقعونين بيكلموا كده في الواحد يعني ممكن يبقى جالوا أو وصلوا من أي سورس بس هي الفكرة كلها أنه ده بيزرع خوف جوع الأولاد بيخليهم لما بيتحطوا في الموقف بيحاولوا يحافظوا على أمنهم يحاول أحافظ على أمي دي لحسن حد يأخذها مني فأنا بقى في سبيل أن أنا حافظ على أمي لحسن حد يأخذها مني حاستخدم كل الأسلحة اللي عندي طبعا هروح بقى أكلم خالي أطفش العريس أكلم أبويا اللي هو أصلا مش فارق معي بسبب أبوها كان شهم جدا يا دكتور سارة قال لها لو اتجوزته أنا أخذك عندي وما خدهش إلا ما خدهش ليه صحيح مش عارفة برض ما هو أنا بقولك فيه أسئلة كتير يعني فيه واضح تفتكلي هو قال كده فعلا؟ ممكن إحساسك إيه ما هو؟ خلي بقلك إحنا في قصة حقيقية بنحاول نشوف عشان نحاول نحل عشان نعالج بسي ممكن يكون قال كده قال كده ليه؟ إحنا ما نعرفش ما هو فيه دايما يعني أنا لما بيجي لي أي كيس في العيادة فيه لا سئلة منحتاج نعد نسأل ولا ممكن يبقى غيران أو فاء أو عايز بنته أو عايز يقول قدام الناس بقى وقدام أهلها وقدام قريبها إن أنا راجل قوي ومسمحش إن بنتي تتربى مع راجل تاني عشان منظره كراجل يعني ممكن حاجات كتير ممكن برد فهمها؟ لكن مش شرط أو واضح إنها ما كانتش مصلحة بنته بدليل إنه هو كان سأل عليها أصلا هو بالزبط طول حياتها لا سأل عليها ولا شارك في تربيتها ولا عمل أي حاجة عشانها وحتى بعد ما هو عمل الموقف العنتري ده ما خدهيش برده فيها في الآخر بنتي لقيت نفسها ستلبت تتربى مع جدتها في البيت ففي حاجات مش منطقية وفي حاجات واضحة واضح إن الحاجة القصة بتحكيه من منظور عاطفي قوي هي مش على عاطفي أنا أقولك على حاجة وحتى هنا في قصة حقيقية دايماً يا دكتور سارة بنعمل إيه؟ إنه أنا أبقى شايف القصة وأنا جواها لكن أنت بتبقى قاعدة زي ما أنا مثلا ممكن أحكي لك أقولك سارة حصل 1-2-3-4 تفتكري إيه لما أنا مش عايزة أواجي هالشخص بس أقولك تفتكري إيه؟ كان قصدهم إيه؟ تفتكري قبل يتكلموا علي يعني إحنا عشان كده عشان كده إحنا بنحاول نحلل لأنه يا حرام رضوة يا حبيبتي اللي جوا القصة إحنا بره بنتفرج ومتأثرة بحاجات كتير أكبر منها فهي مش عارفة تفهم إيه الحقيقي وإيه يعني لو أنا طول عمري بتخوف أو بتهدد أو تزرع جوا دماغي إنه حاجة معينة دي بوع بوع أول ما هتحصل أنا هتعامل معايها على إن هي مونستر على طول مش هفكر إنها وحشة بيهددني بالزبط فالراجل ده جاي يخطف مني أمي ويرموني بقى ويعملوا الحاجات اللي أمي ما تجدش عايزة تعملها فيها من وانا صغيرة فإذا أمي تحولت من الست المضحية الكويسة اللي بتحبني لست وحشة أنا ناية بتحب نفسها وبتحب الراجل ده علي هي كلها مفاهيم محتاجة تتراجع بس طبعا أنا عادي